كلمت على قصة موسيماني مبارح وان النقد البناء ما فيوش اي مشكلة ولكن دائما لما بنيجي نتكلم هو ممكن نقول على فكرة كل ما يثار خلال هذه الايام عن ان موسيماني جدد او موسيماني مجددش حتى هذه اللحظة لا يوجد اعلان رسمي من جانب النادي الاهلي يخص هذا الامر لا يوجد اعلان رسمي مرة تانية وكل يوم الايام اللي جاية التلات اربع الايام اللي جاية لغاية يوم الاربع هقول لحضراتكم هذا الخبر ان يا جماعة طالما لا يوجد اعلان رسمي من النادي الاهلي اذا الامور زي ما هي فيش اي تغيير هل في كلام هل في حاجات بتحصل كل دا ما فيوش اي كلام النادي الاهلي بالمناسبة لما بيجي يتفاوض مع اي حد مع مدرب مع لاعب مع اي حد بيحصل ايه بتلاقيه بيعلن ان مثلا هنقعد الاسبوع اللي جاي او هنقعد الشهر اللي جاي او هنقعد كمان يومين النادي الاهلي دائما ما بيعلن لان هي دي الطريقة اللي بيتكلم بيها النادي الاهلي مع جمهوره من خلال منصاته الاعلامية وكل شوية او كل يوم بقول لحضراتكم هذا الكلام الهم جدا لانه انا كل يوم بلاقي تصريحات بتطلع اصل موسماني جدد اصل موسماني مجددش اصل موسماني مستق اصل موسماني مش مستق الحقيقة هي امور تعاقدية اللي بيحصل في الامور التعاقدية زي ما حضراتكم عارفين موسماني مدرب محترف والنادي الاهلي نادي كبير ومحترف وعارفين كويس جدا كل واحد فيهم عارف امتى حيقعد وامتى حيقول والعرض اللي انا مقدمه ايه والعرض حترد علي ازاي كل دي امور تعاقدية وامور في التفاوض لازم دايما تكون داخل الغرف المغلقة وده اللي بيحصل او ده اللي اصبح بيحصل خلال هذه الفترة مع النادي الاهلي وبيتسو هو بيحصل مع النادي الاهلي على طول ولكن الفترة دي كان بيحصل مع بيتسو موسماني والنادي الاهلي نحو ما بدأوا يتكلموا من شهرين او من شهر ونص اعتقد نادي الاهلي يتكلم في هذا الامر وقال انه هو هيقفل الموضوع لمه بعد مباريات كاس العالم وبالتالي انتهت مباريات كاس العالم رجعنا على بطول الدوري ابطال افريقيا هنرجع على الدوري العام بعد الدوري العام او بعد المباريات القادمة من الممكن جدا ان يكون انا دي مش معلومة انا بس عشان ما حدش يقول اسلام قال ممكن يكون هناك جديد في هذا الامر الجديد هو ايه جدد او ما جددش ما حدش عارف كده كده موسماني لنهاية هذا الموسم هو المدير الفني للنادي الاهلي حتى نهاية هذا الموسم فلسه قدامنا اللي انا عارفه ان هذا الموسم سينتهي في شهر اغسطس القادم وبالتالي احنا عندنا احنا في شهر تلاتة لغاية شهر اغسطس خمس شهور ايه اللي حيحصل اول ما حنلاقي حاجة نقدر نقولها لحضراتكو بشكل رسمي بشكل رسمي حنقولها كلام انتشر مباريح والاول مباريح انه موسماني جدد وموسماني كذا وموسماني كذا صح؟ طيب انه ارض موسماني طالع لا ما فيش تجديد وما فيش اي حاجة وبالتالي من فضل حضراتكم خلينا ننتظر الاعلان الرسمي للنادي الاهلي الامور ماشية ازاي؟ حنعرف من خلال الكلام اللي حيقوله النادي الاهلي على صفحته الرسمية او لما من خلال الكلام اللي احنا حنقوله لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية لما يبقى في حاجة رسمي هو ده دايما المتبع هو ده دايما الاسلوب اللي بيمشي بين النادي الاهلي خلال اي تعاقدات فنية او غير فنية مع مدير فني مع لعبين وهي دي الطريقة اللي دايما بيمشي بيها النادي الاهلي فزي ما انا مرة في اول شهر يناير قلت ايه؟ قلت يا جماعة النادي الاهلي من حق ان هو يتعاقد مع اي حد الناس خلتها على ناس معينة وعلى اسماء معينة الناس النادي الاهلي من حق ان هو يتعاقد مع اي حد بتنتهي عقده او بينتهي عقده نهاية هذا الموسم قبلها بستة شهر من حقك ان انت تتفاوت اي حد بيلعب في اي حتة بيلعب في اي نادي جوه مصر او برا مصر انا بتكلم في الاوايح بيسمح بيها الفيفا والنادي الاهلي بيطبق ما يسمح به الفيفا حرفيا وحرفيا كمان بس هو ده اللي انا عايز بس اوصله لحضراتكم فخلينا ننتظر خلينا نتكلم يعني احنا عندنا كاس عالم خدنا تلت عالم عندنا دلوقتي بطولة افريقيا لعبنا اول مباراة وتعادلنا وما بين بعض المحبين النادي الاهلي وانا هنا بتكلم عن المحبين النادي الاهلي شايفين ان الاداء لم يكن جيد والبعض الاخر شايف ان معقول في ظل حالة الايجاد اللي موجودة والبعض الاخر شايف ان احنا لازم نبقى افضل من كده في ظل الحالة العامة والايجاد العام هذه هي كرة القدم هنروح ونيجي في الكلام وحنروح ونيجي في امور كثيرة النهاردة علي معلول برا القيمة ليه برا القيمة كابتن سيد عبد الحفيز قال ايمن اشرف برا القيمة ليه برا القيمة كابتن سيد عبد الحفيز قال وحقول لكم بعد شوية هما ليه برا القيمة محمد عبد المنعم نفس الكلام فبالتالي احنا الايام اللي جاية كل 3 ايام او كل 4 ايام مباراة وبالتالي حيبقى عندنا الامور صعبة جدا جدا ما بين سفر عندنا يوم الثلاثة اهو بكرا ان شاء الله يعني مباراة امام مصر المقصة تخيل حضرتك ان العيب اللي حيلعب يوم الثلاث حيريح الاربع الخميس عنده تمرينة خفيفة او تمرينة معقولة الجمعة تمرينة خفيفة السبت مباراة في دولة ابطال افريقيا مع سانداونز هذه هي كرة القدم وهذه هي حياة لعب كرة القدم لازم اللاعب خلال الفترة اللي جاية دي يركزوا جدا 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 في المباراة وخلي بالحضرتكم النادي الاهلي غير اي مكان تاني النادي الاهلي غير اي مكان تاني كل المباراة حضرتكم بعد كس العالم للاندية وفوز النادي الاهلي وحصوله على المركز الثالث الناس كلها مبسوطة فرحانة كنا يعني مدقينش وانا احنا ما اخدناش ولا ذهب ولا فضة ولكن مبسوطين وفرحانين بسبب الاداء الجيد اللي اتعمل امام الهلال السعودي والشكل العام اللي كان موجود وفوزنا بالميدالية البرونزية رجعنا خلاص تاني يوم الناس فكرت يلا عايزين ماتش الهلال بعد ماتش الهلال وبعض الانتقادات وبعض الامور وهنا وهنا بعد ماتش الهلال دلوقتي نازم تقولك ماتش المقاص تلات نقط ماتش المقاص هتخلص ماتش المقاصة ان شاء الله ربنا يكرمنا في النتيجة ويكرمنا في الاداء عندك يوم السبت هتلاقي الناس بتفكر او جمهور النادي الاهلي بيفكر في مباراة يوم السبت امام سانداونز هذا هو النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي كده ودايما النادي الاهلي ما بيكلمش غير في كده فعشان كده احنا دايما دايما عايزين نبقى في ظهر بعض خلال هذه الفترة المساندة خلونا سيب موضوع مسلماني دلوقتي وسيب موضوع بقية اللاعبين وبنتفاوض مع مين وبنتفاوضش مع مين سيبوا المواضيع تمشي هتلاقوا حضراتكم احنا بنطلع لحضراتكم وبنقول لكم لو في حاجة حتى انا بقول تلمحات وغيري في كل برامج شاشة القناة الاهلي وايضا على الصفحة الرسمية للنادي الاهلي بتلاقي كل ناس بتعمل تلمحات لكن الحقيقة الواقعة قدامنا دلوقتي ان موسماني بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الاهلي حتى نهاية هذا الموسم لو جد جديد هنقول بمنتهى البساطة الموضوع بسيط جدا انا عارف من الفترة اللي جاية فيه رأس كتير هتتكلم في هذا الامر تقول لك ايه اصل بيتسو اتخانق مع كابت الخطيب انا بقول من دلوقتي اهو من دلوقتي هقول لحضراتكم اذا الكلام اصل مراد بيتسو موسماني هي مديرة اعماله وهي مديرة الشركة اللي هي مسكة اعمال بيتسو موسماني فاتخانقوا مع امير توفيق عشان الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه الثلاث اربع سبيع الشهر اللي فات لكن هل هذه الامور حقيقة هذه الامور ليست حقيقية من اصل التفاوض يا جماعة ده تفاوض يعني اذا كان هناك تفاوض لو انا بتفاوض مع امير توفيق امير توفيق عيود معي يقول لي الله يا اسلام النادل الالي عارض كذا انا حقول له والله لا انا عايز كذا طب حنوصل فده التفاوض هل التفاوض ده فيه خناء فيهش خناء اطلاق خالص النادل الالي بيفكر في مصلحته وبيتسو موسيماني بيفكر في مصلحة النادل الالي وفي مصلحته مية في المية فخلينا نحط ده على جنب ونفكر في بكرة بكرة مباراة للمقص في الدوري العام المصري وبعد كده هنفكر في صندوق وهكذا هذه هي حياة كرة القدم في النادل الالي يا رب دايما نفضل كده ويا رب دايما نفضل في ظهر بعض ويا رب دايما يفضل جمهور النادي الاهلي يساند ويدعم فريقه ويدعم مديره الفني ايما كان اسم هو نادي الأهلي أو جمهور الأهلي بيدعم موسيماني أو قبل كده منو الجوزية عشان ما حدش يقول للموسيماني بيدعم منو الجوزية قبل كده علشان منو الجوزية آه بيحب منو الجوزية وأسطورة كبيرة وكلنا بنحب منو الجوزية ولكن في الأساس حب النادي الأهلي هو اللي بيخلينا ندعم منو الجوزية ومن قبله هيدكوتي ومن قبله فيتسا ومن قبله أو فيتسا وقبله هيدكوتي وهكذا والكباتن الكبار اللي كانوا مسكين المديرين الفانين الكبار اللي كانوا مسكين النادي الأهلي فانت بتحب الاسم عشان خاطر النادي الأهلي مش عشان خاطر حاجة تانية فخلينا نبقى دايما في ظهر بعض والمسندة والدعم واجب جدا 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 خلال هذه الفترة بعيدا بقى عن موسيباني جدد موسيباني ما جددش اصل خنائة موسيباني مع مش عارف مين وخنائة مش عارف الكابتن مع مين وهكذا والكلام اللي حضراتكو دايما بتسمعوه خلال هذه الفترة لغاية لما يجد جديد هتلاقونا حتى بنلمح عن الأمر هتلاقونا بنلمح عن الأمر لغاية لما يتم الإعلان الرسمي إيه اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية